اليوم طبعاً سنتكلم عن شركة جينيس بصفتها شركة ناشئة بدأت حديثاً في الشرق الأوسط وهناك قادة مجهولون ربما الكثير لا يعرفهم الأخ قاري والأخت جينان والأخ عبدالله من لبنان هم من أدخلوا هذه الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط مشكورين جداً وكذلك الدكتور ماجد في السعودية هو بداية غالبية الفرق السعودي والأردن وإن شاء الله أن نكون جميعاً في تعاون وتآذر للوصول إلى أعلى المراتب بإذن الله طبعاً أنا أتكلم عن شركة جينيس بصفتها هي فرصة للجميع كبداية في الشرق الأوسط كلمة فرصة نسمعها كثيراً تتردد على أسمعنا مع الكثيرين ولكن ما هي الفرصة؟ الفرصة هي وسيلة لتحقيق هدف ما لديك تراها أمامك فجأة يعني يجب على الإنسان أن يكون لديه الهدف وينتظر فرصة تحقيق هذا الهدف إذا لم يكن لدينا أهداف فلذلك لا يوجد فرص مناسب لأي شخص بدون هدف كيف تأتي الفرصة؟ طبعاً لا تأتي الفرصة صدفة وإنما نسعى نحن لإيجاد هذه الفرصة كل إنسان يكون لديه حلم ويسعى لتحقيقه مستعيناً بالله سبحانه وتعالى وينتظر الفرصة التي تناسبه لتحقيق هذا الهدف كمثال أن شخص عنده طموح لبدء عمل تجاري ربما لا يكون لديه المال لأن المال ليس عائقاً في بداية أي عمل فينتظر فرصة أن تأتي شخص ما لديه المال يعرض عليه المشاركة في هذا العمل وبالتالي تكون هذه فرصة له لتحقيق الهدف الذي يسعى من أجله وهو بناء مشروع تجاري بالنسبة لنا لا نحتاج لرأس مال شركة جينيس لديها كثير من خطط الدخل هذه مقرات الشركة في أمريكا بدأت في العام 2009 هي شركة عالمية أمريكية الساعة التاسعة مساءً بدأت انطلاقتها في 9-9-2009 لاعتقادهم بأن الرقم 9 يشكل شباب وحيوي ومستقبل بالنسبة لهم تعمل بنظام البيع المباشر متعدد المستويات النظام الثنائي اللي هو اليمين واليسار لها فروع حوالي 70 فرع في عدة دول وتشحن المنتجات إلى أكثر من 142 دولة حول العالم هذه رسالة جينيس عائلة جينيس أحدثت تغيير إيجابي في العالم من خلال مساعدة الناس ليبدوا وليشعروا أنهم شباب في حين تمكين بعضهم بعضاً لإطلاق العنان لكدراتهم المحتملة هذه جينيس بالأرقام في العام 2012-2015 كانت السيدة ويندي لويس هي زوجة صاحب هذه الشركة أو مؤسسينها حققت المرأة الأولى على مستوى العالم في النشاط التجاري في عام 2014 حققت أسرع شركة نمو على مستوى شركات البيع المباشر وصلت مبيعاتها وين بليون دولار في العام 2015 في عام 2016 وصلت للمرتبة 18 وفي نهاية 2016 حققت المرتبة رقم 14 على شركات البيع المباشر في عام 2012 كانت هي نجمة نجمة شركات البيع المباشر والأسرع نمو في هذه الشركات حققت 120 مليون دولار في عام 2015 في شهر جولاي مبيعات 120 مليون دولار لمن فرصة جنس؟ لمن هذه الفرصة؟ ومن الذي يستفيد من هذه الفرصة؟ هناك قضو بحاجة لشراء منتجات للاستخدام الشخصي فقط فهذا عند تسجيل عضوية كيمتها الآن بعد الضريب 31.5 دولار تمنح الحق بشراء المنتجات بسعر الجملة وبالتالي يكون هو وفر كثير من فرق السعر لاستخدام شخصي لا يريد لا يتاجر ولا يبني فريق بس استخدامه الشخصي تشجعه لتسجيل عضوي ليستفيد من خصم الجملة قضو أو عضو بحاجة لبيع المنتجات يعني شراء منتجات بسعر الجملة وبيعها بالتجزئة والفرق بينهم هو مكسب زي أي تجارة تقليدية موجودة بيشتري بسعر وبيبيع بسعر الفرق بينهم هو الربح ما بد يوجع راسه انه يبني بفريق ويدرب فريق فبرضو هذا بإمكانه انه يعمل بهذه الشركة ويشوق طريق ويكسب ويحقق دخل جيد النوع الثالث من الأشخاص اللي احنا بنركز عليهم وعاوزين يكونوا هم في فريقنا اللي هم عندهم طموح لبناء فريق كبير منتشر حول العالم من خلاله يستطيع تحقيق دخل أكبر وانتشار أكبر وبالتالي يكون كأنه يعني شركة متعددة الفروع داخليا وخارجيا وهذا أفضل أنواع العمل التجاري في التسويق المباشر هو بناء الفريق طبعا من يبني الفريق يكون أمامه كل خطط الدخل مفتوحة إضافة للأشياء التانية لاستخدام شخصي وبيع الجملة فكل هذه الخيارات مفتوحة لمن يريد بناء فريق بناء أي مشروع تجاري يحتاج إلى رأس مال كبير بالنسبة لشركة جنس يحتاج رأس مال بسيط جدا للبدء أي مشروع تجاري محتاج أنه تستأجر محل محتاج إجارات محتاج سجلات تجارية دعاية وإعلان ديكورات إجارات عمالة فواتير خدمات صيانة والتلفيات كل ذلك يحتاج لرأس مال كبير بينما في شركة جنس رأس مالك هو 31 دولار ونص يعني لا يساو شيء بالنسبة للتكاليف المشاريع الكبيرة أو الصغيرة حتى الأمر الثاني هو الإدارة لهذه الشركة هي إدارة ناجحة لديها من الخبرة الكثير في عدة مشاريع سابقة لأكثر من 40 عام وهم لديهم مشاريع خاصة عملوا في تقنية المعلومات مع شركة ناسا سيد راندري لفترة طويلة وحقك ثروة كبيرة جدا من ذلك إضافة أنه كان يعني يعمل برمجيات للتسويق المباشر ولديه خبرة أكثر من 18 سنة في موضوع البيع المباشر لذلك كان ملفت إلى أنه يبدأ عمل بعد سن فوق السبعين سنة يبدأ عملية التسويق المباشر زوجته ويندي لويس برضو مشاركة له بهذا المشروع وحققت إنجازات كبيرة جدا من أفضل سيدة على مستوى العالم نشاطا في التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي سكوت لويس هو ابنهم إذن هذه الشركة هي عبارة عن عائلة فعندما نكون شعار يعني وان تيم وان فاميلي وان جينيس هي بفعلا شركة لعائلة وهذا عامل مطمئن لنا أن تكون العاملة حريصة جدا على بناء شركتها وتطويرها وتحديثها باستمرار إضافة أنهم يملكوا المال وقادرين على دائم مشاريعهم والنهوض بها بسرعة ما يميز شركة جينيس ويدعي الناس للمشاركة بها هو الفريق العلمي المميز لهذه الشركة وهو القائم على بناء المنتجات وتطويرها أربع أطباء من أشهر أطباء العالم الدكتور ناثن نيومن هو دكتوراء بالطب ومن أشهر أطباء لجراحة التجميل في العالم وهو المبتكر لتقنيات الخلايا الجذعية الدكتور جينبابا هو دكتوراء بالطب من أشهر أطباء جراحة التجميل لديه عدة براءات اختراع ورشحة لجائزة نوبل للطب لعام 2014 الدكتور وليام أنزالك هو دكتور بالطب والمتحدث الطبي ومستشار الاتحاد الأوروبي خبير الصناعة الطبية وتصميم مستحضرات التجميل وإدارة الوزن والمكملات الغذائية لديه خبرة طويلة بالتسويق المباشر وكذلك له عدة مؤلفات من الكتب في مجال مستحضرات التجميل والمواد الغذائية الدكتورة دونا أنتار هي دكتوراء بالطب متخصصة في الطب الوقائي وتحديد وتجديد الشباب والتغذية السليمة والاستخدام الأمثل للمكملات الغذائية هذا الفريق العلمي القائم على المنتجات في شركة جينيس المنتجات لشركة جينيس هي منتجات عالية الجودة لديها عدة منتجات من أفضل منتجات على مستوى العالم عندنا الاستنتلي يجلس هو منتج يزيل تجاعيد الوجه وجيوب تحت العين في أقل من دكتين وهو الأسرع في معالجة هذه المشاكل ويعتبر من أفضل الكوزماتيكس لإخفاء هذه العلامات التي تؤذي كثير من الناس إضافة لخط اللوميناس الذي تكلمنا عنه الدكتور ناثن يومان هو مطور لهذا الخط يتكون من عدة منتجات حوالي 6 منتجات عبارة عن سيرم يحتوي على أكثر من 85% تركيزاً للغروث فاكتور المنتجة من الخلايا الجذعية بعد معالجتها عن طريق الزراعة وهي تعمل على تجديد خلايا البشرة المتضررة ونظارة البشرة بشكل عام ريزيرد هو عبارة عن أنتي أكسيدنت وهو من أفضل مواد الأنتي أكسيدنت الموجودة في الأسواق حالياً الفينيتي هو مكمل غذائي متخصص في موضوع التوليمرز اللي هي في نهايات الكرومسومات والتي تعكس علامات كبر السن على الإنسان بعد قصر هذه التوليمرز أو تحللها وهذا المنتج الوحيد الحاصل على براءة اختراع وحاصل على جائزة نوبل للوصول لعلاج التوليمرز تحديداً لا يوجد أي منتجات تصل إلى هذا الجزئية من جسم الإنسان ومعالجتها سوى هذا المنتج الAM والPM طبعاً في ظروفنا الحالية ونتيجة الضغوط في عصرنا والتلوثات في البيئة أصبح الإنسان ساعته البيولوجية منخبطة في الليل ما بيرتاح في النهار ما في نشاطه حيوية دائماً كسلان لذلك أنتج منتج الAM والPM الAM يستخدم في النهار لإعطاء النشاط والحيوية والقدرة على ممارسة العمل والPM يعطى قبل النوم من أجل راحة في النوم واستقرار والنوم بعمق طوال الليل الزينبضي هو منتج للتحكم بالوزن يتكون من ثلاث منتجات زينشب وزينفت وزينبرو الزينشب هو ساد للشهية ويمنع تكون الدهون في جسم الإنسان الزينفت هو عبارة عن منتج يعمل على عملية حرك الدهون الموجودة في داخل جسم الإنسان والزينبرو يعمل على بناء عضلات الجسم لأنه عبارة عن أمينو أسد يعني أحماض أمينية لذلك هذه الثلاث منتجات تعمل بتكامل تام لبناء جسم متناسق خالي من الدهون يحافظ على رشاقته وحيويته ما يدعي للشركة هو طبعاً نمو مبيعات أي شركة يحدد قوة هذه الشركة وانطلاقها لو نظرنا إلى شركة جينيس فهي بدأت في العام 2009 وفي نهاية 2010 كانت حققت مبيعات 30 مليون دولار فكبداية لأي شركة من السنة الأولى أن تحقق مبيعات عالية بهذا الحجم يعتبر أكبر إنجاز لهذه الشركة وفريقها العلمي وإدارتها في العام 2011 بلغت المبيعات 65 مليون دولار وأصبحت في المرتبة 82 على مستوى شركات البيع المباشر في عام 2012 حققت 126 مليون دولار وأصبحت في المرتبة 78 على مستوى شركات البيع المباشر في عام 2013 مبيعاتها 257 مليون دولار وأصبحت في المرتبة 46 في شركات البيع المباشر في العام 2014 مبيعاتها 419 مليون والمرتبة 38 في عام 2015 حققت مبيعات بمليون 1 بليون دولار والمرتبة 18 على شركات البيع المباشر وفي العام 2016 وصلت مبيعاتها إلى 1.4 بليون دولار وأصبحت في المرتبة رقم 14 عالميا في عام 2015 اللي هو 1 بليون دولار كان ملفت جدا لجميع الشركات التي تعمل بالبيع المباشر بأن الشركة في خلال 6 سنوات تصل إلى هذه المبيعات يعتبر إنجاز كبير جدا وملفت للمسوقين على مستوى العالم للانتماء إلى شركة ناجحة وصاعدة بهذه القوة لو قررنا هذه الشركات مع شركة جينيس نجد أنه 1 بليون دولار لم تحققها كثير من الشركات في وقت قصير باستثناء بعض الشركات التي تتميز بسرعة تحقيق 1 بليون دولار وهو هذا الرقم يعتبر عامل مميز لأي شركة تصل إلى هذا الرقم شركة الأموي طبعا إحنا هنا أنا بستعرض ترتيب شركات المتربعة على عرش البيع المباشر هي شركة الأموي الأفون هرباللايف الماريكي نيوسكن ونيوترا طبعا الشركات هذه أعمارها طويلة جدا يعني نتكلم عن شركة بدأت في سنة 59 أكبر من عمرنا في خلال 21 سنة حتى وصلت إلى مبيعات 1 بليون دولار شركة أفون عمرها الآن 130 سنة وصلت بعد 86 سنة لـ 1 بليون دولار وشركة الهرباللايف وصلت بعد 24 سنة الماريكي بعد 33 سنة نيوسكن بعد 20 سنة ونيوترا بعد 37 سنة إذن كل هذه الشركات التي تعمل بالبيع المباشر يكون من الإجحاف مقارنة شركة زي شركة جينيس في خلال 6 سنوات تحقق 1 بليون دولار في مبيعاتها لذلك تقارن مع شركات من غير البيع المباشر والأكبر نموا في شركات العالم هي الأبل طبعاً الكل اللي بيعرف الأبل والآيفون الفيسبوك الأمازون والإي بي والجوجل هذه الشركات التي حققت إنجاز مبيعات 1 بليون دولار أو تقدر قيمتها السوقية بـ 1 بليون دولار هي هذه الشركات المتربعة على عرش العالم بمبيعاتها وإنجازها لذلك شركة جينيس تعتبر من أقوى الشركات في هذا العصر لأنها تمتلك قوة في منتجاتها في إدارتها وفي فريقها العلمي وفي مسوقيها حول العالم ما يميز شركة جينيس أيضاً هو العمل بلا قيود جغرافية لديها عدة فروع في أكثر من 70 دولة حالياً وبازدياد مستمر يعطي فرصة للمسوقين أو الأعضاء بالعمل في كل هذه الدول والأسواق المفتوحة والأسواق التي يتم شحن المنتجات إليها أهم مميز لشركات البيع المباشر هي خطط الدخل التي تلفت انتباه جميع الأعضاء وهي المميز الأول لهم للدخول في شركات البيع المباشر والاستفادة من الحوافز وخطط الدخل لهذه الشركة نستعرض خطط الدخل بالنسبة لشركة جينيس لدينا ست خطط للدخل الخطة الأولى هي ربح التجزئة يمكنك الرح أكثر من 30 إلى 35% على جميع المنتجات كذلك هناك مكافأة استقطاب أعضاء جدد عندما يشتري هذا العضو بكيج والسعر مخفض ما يوازي 100 نقطة يحصل الأبلين مكافأة 25 دولار على مبيعات هذا المسجل الجديد إذا كان اشتري البكيج الأعلى 300 نقطة يحصل على مكافأة 100 دولار إذا البكيج الجامبه 400 نقطة مكافأته 200 دولار والبكيج الإنبسادور وهو الأعلى 500 نقطة يحصل على 250 دولار المكافأة التي يحصل عليها الأبلين لا تنتقص شيء من حقوق الداولاين اللي هو سجل عضوية لأن كل بكيج من هذه البكيجات أيضا عليه تخفيض عن السعر المخفض للأعضاء أيضا لأنه اشتري البكيج بهدف تسجيعه على تجربة هذه المنتجات لأنه من يجرب المنتج يتحدث عنه بطلاقة ولباقة ويوصل الرسالة بشكلها الصحيح للأعضاء الذين يريدون التسجيل أو للأعضاء الذين يشترون المنتجات المكافأة الثالثة وهي مكافأة دورة عمولة الفريق وهي عبارة عن تحقيق 900 نقطة بالطرفين في مجموع الطرف اليمين واليسار عند وصول 600 نقطة في طرف و300 في الطرف الآخر بغض النظر في أي طرف يحصل العضو على 35 دولار تسمى سايكل أو دورة عمولة فريق مسموح 750 دورة في خلال أسبوع أي ما يوازي 26.250 دولار وهي مكافأة مجزية جدا وهذه خطة واحدة من خطة الدخل تصل إلى هذا المبلغ الخطة رقم أربعة هي مكافأة القيادي طبعا الإنسان الذي يقود فريق من حقه أن يستفيد من عمولات الفريق المستوى الأول وهم المباشرين يحصل على 20% من عمولات التي يحصلوها الأعضاء في المستوى الأول المستوى الثاني 15% والمستوى الثالث 10% المستوى الرابع والخامس والسادس والسابع 5% على كل المستوى طبعا هذه المستويات وهذه الحوافز تمنح بعد وصول المشترك إلى رتب معينة وتحقيق شروط هذا الرتب الخطة الخامسة وهي حافز اكتساب الأعضاء في حال تم وجود 5 عملاء من فريقك المباشر سواء كانوا تجزئة أو جملة نشطين في خلال الشهر تستحق عمولة 5% إضافية يعني المستوى الأول بدأ من أن تأخذ عليه 20% حيكون 25% على المستوى الأول وفي حال وجود 10 أعضاء نشطين في هذا الفريق في خلال شهر يستحق عمولة إضافية 10% فتصل إلى 30% مكافأة القيادة على المستوى الأول إذا كان 10 عملاء نشطين في خلال هذا الشهر الخطة السادسة هي مكافأة محفظة القيادة لدى الشركة خطة بأخذ 3% من قيمة نقاطها خلال مبيعات الثلاث شهور كل ثلاث شهور يتم أخذ 3% من إجمال نقاط مبيعات هذه الشركة وتوضع في محفظة من يحقق شروط الوصول لهذه المحفظة من رتب الدياموند وأعلى توضع قيمة هذه النقاط على الجميع من وصل إلى هذه المحفظة بالتساوي على اعتبار أنه كان مثلاً قيمة الثلاثة في المية نتيجة ازدياد مبيعات الشركة تصل إلى ربما مليون يوضع هذا المليون على العدد الذي يصل لهذه المحفظة إن كانوا اثنين يحصل كل شخص على خمسمائة ألف إذا كانوا أربعة كل واحد ميتين وخمسين ألف لو كانوا عشرة كل واحد بيطلع له مئة ألف دولار في خلال الثلاث شهور من كل سنة هذه ست خطط للدخل نظام التسويق نظام التسويق التي معتمد في العالم الآن أصبح هناك نظامين النظام التقليدي والنظام تسويق الشبكي النظام التقليدي هو عبارة عن منتج يصنع في مصنع لا تتعدى قيمته عند خروجه من المصنع الـ 20% من قيمته النهائية يتم إرساله لمستودعات للتخزين ثم إرساله لوكيل ثم بعد الوكيل يعمل دعاية وإعلان لهذا المنتج يشتري تاجر الجملة ثم بائع التجزئة ليصل قيمة التكاليف أكثر من 80% على هذه الجزئية الجزئية ليصل إلى أزبون بمبلغ 100% طبعا هذه تكلفة عالية جدا لاستخدام وسائل عالية السعر صعوبة التواصل مع العملاء لا يمكن طلب المنتج بشكل مباشر عدم الحفاظ على العملاء صعوبة متابعة رد فعل العملاء نسبيا الالتزام بمواعيد ووقت لذا يجب أن يكون هناك مقر للشركة غير ممكن متابعة الطلبات بشكل مباشر عدد العملاء قليل نسبيا لأن التسويق محلي فقط ونطاقه ضيق صعوبة معاينة جميع منتجات الشركة لضيق مساحات العرض ظهور نتائج في وقت طويل وكسب عملاء جدد بطيء جدا هذا من مساوئ التسويق التقليدي لذلك شركات كثيرة بدأت الآن تلتفت إلى نوع آخر من التسويق بعكس كل هذه الأمور إن تكون تكلفة أقل ويكون أسهل للتواصل عرض المنتجات يكون أفضل من خلال المواقع الإلكترونية فاختاروا التسويق الشبكي الذي يختصر عملية التسويق بخطوتين فقط نفس المنتج ونفس التكلفة يكون من المصنع ولكن لا يمر في كل وسائل المستودعات ودعاي وإعلان يكون من خلال وكيل شخصي يكون بكل هذه المهمات التي تم الصرف عليها 80% من تكلفة المنتج وتصل مباشرة إلى زبون من خلال الوكيل الشخصي بنفس القيم 100% ولكن هذه 80% التي تستهلك منها 20% لإدارات وبرامج وإدارات و60% توزع على شكل حوافز وعمولات للأعضاء المسجلين اللي هم الوكيلاء الشخصيين لهذه الشركة طبعا مميزات هذه التسويق هو تكلفة أقل لاستخدام وسائل إلكترونية وجهد شخصي سهولة التواصل مع العملاء يمكن طلب المنتج بشكل مباشر المحافظة على العملاء سهولة متابعة ردة فعل العملاء عدم الالتزام بمواعيد ووقت لعدم الحاجة لمقر عمل ممكن متابعة الطلبات بشكل مباشر عدد العملاء كبير لأن التسويق مفتوح على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم سهولة عرض ومعايرة جميع منتجات الشركة لاستخدامها مواقع إلكترونية ظهور نتائج في وقت قصير وسرعة كسب عملاء جدد إذن هذا المميزات في التسويق الشبكي هو الذي دعا كثير من الشركات لانتهاج منهج التسويق الشبكي في تسويق منتجاتهم كيف يتم هذا التسويق من خلال أي شخص اللي هو أنت كوكيل من خلال شراء وكالة شخصية حاليا بـ 31.5 بعد إضافة الضريبة وكالة شخصية تحصل من خلال هذه الوكالة على خصم على المنتجات يصل إلى حوالي 30 إلى 35% يحق لك بيع جميع منتجات هذه الشركة بربح هذا الفرق وكذلك تحصل على خطط دخل 6 خطط اللي تكلمنا عنها في السابق من خلال هذه العضوية الحوافز والرتب التي تؤهل كل رتبة إلى حوافز وعملات معينة طبعا الرتب تأتي نتيجة وصول الشخص إلى قيادة أن يكون لديه فريق لذلك أي شخص يبدأ في هذا التسويق عليه أن يضع رغبة كبيرة جدا بالنجاح ولا يخاف من أي نوع من الفشل ربما يكون جزء بسيط جدا يعني في الاعتبار أنه ممكن يفشل لكن يجب أن نركز على أكبر حجن بمجال عملنا وبنظرتنا ومستقبلنا إلى نجاح بالدرجة الأولى من يريد بناء فريق عليه أن يتبع العلم الإجتهاد الإخلاص والتواطع ليصل إلى النجاح في بناء الفريق وتحقيق الحوافز والعملات المجزية له وفي حال إنعكس وأصبح هناك غرور وغيرة وغش وكسل ينحدر ثاني إلى سلم الفشل ويفشل في حياته وكثير من الأشخاص الذين يصعدون إلى القمة عندما يصابون بهذه الآفات ينتهون إلى الفشل وهذا يعني لا نتمنى لأي أحد وندعو الله أن يوفق الجميع للوصول إلى أعلى المراتب طبعا لي تكون قائد يجب أن يكون دورك هو قيادي تقود فريقك إلى النجاح وليس مديرا لفريق تصدر أوامر للوصول إلى مراتب أو حوافز على أتعاب هذا الفريق الذي يعمل والمدير يصل إلى حوافز في القيادات القائد هو من يقود الفريق إلى النجاح وكما هو وصل للقيادي يأخذ بيد فريقه للوصول إلى نفس المرتبة ونفس الدرجة وتحقيق نفس العوائد والحوافز والعملات هذا تشبيه بسيط جدا كيف ننجح علينا أن نساعد الآخرين من فريقنا للوصول إلى مرتبة لنصل لأنه لا يمكن أن نصل إلى مرتبة دون إيصال الفريق لذلك بناء شركة جنس يختلف عن أي شركة ثانية غالبية الشركات تبني خططها ورتبها على حجم المبيعات في شركة جنس المبيعات ليست مهمة للمراتب المرتبة يحصل عليها في وصول أعضاء فريقه إلى مرتبة كلما ارتقوا في مرتبة هو يرتفع إلى مرتبة أعلى ومن يبدل الجهد من خلال بناء فريق ربما يصل قبل الأبلاين اللي هو دل على هذا العمل لذلك هناك عدالة أيضا في بناء الفريق وكل شخص مجتهد له النصيب الأكبر دون الإطلاع على من هو أعلى أو أدنى في ترتيب الفريق طبعا من مكومات النجاح والتفكير والانطلاق هناك مخاوف هناك فشل كل هذا بالإصرار نتخطى هذه المراحل لنصل في جرأة التنفيذ والمحاولة والتكرار للوصول إلى النجاح بإذن الله هذا كتشبيه يعني هذا الشخص اللي هو وصل إلى تخطى كل هذه المراحل وأصبح يحاول أن يصل إلى النجاح لكن لا يمكن أن يصل دون أن يكون مع فريقه ويصل إلى رتب أعلى لذلك هو يأخذ بيد الفريق ليصل إلى الدرج التي توقف عندها ليصعد إلى المرتب الأخرى فعند وصول هذا الشخص هنا سيساعد للوصول إلى قمة النجاح ثم يأخذ بيده ويصل معه إلى قمة هذا النجاح أيضا نظام بناء الفريق طبعا هذه صورة توضح أن هذا التسويق وطريقة بنائه كثير من الناس يعني يشككوا في التسويق بيتكلموا عن تسويق هرمي وتسويق كله بيعتبرون أنه هو تسويق واحد طريقة بناء الفريق هنا تختلف كليا هذا التسويق شبكي أو متعدد المستويات يعني الشخص الذي في قمة الهرم ممكن أي شخص أنه يتعدى في المرتبة أو في عمولاته أو في فريقه لذلك لو نظرنا إلى هذا البناء نجد أنه هنا شخص هذا طبعا أنا هنا بناء فريق يمين ويسار في ناس اشتغلوا وفي ناس ما اشتغلوا من لم يعمل يبقى في مكانه ولكن للناس المجتهدين يعني هنا بدأ في بناء فريق يمين ويسار وحقق دخل طبعا هذه الدكتورة وداد هي معي وحققت الرتبة قبل وصولي أنا إلى رتبتها لأنه هي عندها فريق ونشيطة ما شاء الله ونبارك لها نجاحها وإن شاء الله نراها في أعلى المراتب هذه كصورة عامة لطريقة بناء الفريق رتب الفريق طبعا أول ما بيبدأ الشخص هو يبدأ برتبة مبتدئ يكون هناك شراء وكالة شخصية بقيمة 31 دولار ونص حاليا تؤهل هذه المرتبة للحصول على مكتب إلكتروني لإدارة أعماله ورابط خاص لتسجيل أعضاء وبيع منتجات عمولة بيع التجزئة وعمولة العملاء أكثر من 35% سعر لهو خصم الجملة كذلك عمولة اكساب الأعضاء فيما دعا أشخاص واشتروا باكيجات يحصل على هذه العمولات 25 دولار 200 دولار 250 كما شرحناها سابقا إذن من أول ما يبدأ الشخص قبل أن حتى يشتري المنتجات بإمكانه أن يحقق عمولات ومكاسب وهذه غير مسبوكة في أي شركة من شركات البيع المباشرة المرحلة الثانية الشخص الذي سجل العضوية في البداية يحتاج فقط لشراء 100 نقطة من المنتجات سواء كان لتجربتها شخصية أو لبيعها ليحصل على رتبة موزع جديد ومن هذه المرحلة يحصل على حافظ إضافي إضافي لكل ما ذكرنا سابقا من مرحلة الديستربيوتر أو موزع يحصل على جمع نقاط بدون عمولات يعني النقاط الفريق الذي يسجلهم عند شراءهم نقاط هو يحصل على هذه النقاط وتجمع له لحين وصوله إلى المرتبة التي تؤهله ليحول هذه النقاط إلى عمولات العمولات الأخرى تبقى يعني كما هي عمولة بيع التجزئة وعمولة العملاء اللي هي نسبة أكثر من 35% إضافي لعمولة كتساب الأعضاء الجدد اللي هي على البكيجات الـ 25% دولار والـ 200% والـ 250 دولار إذن في هذه المرتبة دخل حافز جديد لهذا الشخص إنه من حقه أن يبدأ مرحلة لجمع النقاط ولكن لا يستحق على هذه النقاط عمولات لحين وصوله إلى المرتبة التي تليها وهي عبارة عن بناء فريق بسيط شخص واحد في اليمين وشخص آخر في اليسار هذول الشخصين إذا اشتروا كل واحد مئة نقطة أنت تحصل على مرتبة إكزيكتب وتصبح مؤهل لتحويل نقاط التي تم جمعها أثناء المراحل السابقة إلى عمولات تجمع في محفظة إلكترونية من خلال حسابك على موقع الشركة طبعا الشخص الذي وصل إلى رتبة الإكزيكتب هذه مرحلة بداية بناء الفريق عليه أن يدرب فريقه ليعملوا نفس العمل كل شخص يبدأ في بناء فريق من اثنين واحد يمين وواحد يسار ليصل إلى إكزيكتب إذا تم هذا البناء والتدريب للفريق يبدأ الارتقاء إلى المراتب الأعلى طبعا في هذه المرحلة يحصل على جميع الحوافز السابقة ويدخل حافز جديد هو مكافأة دورة عمولة الفريق من مرحلة الإكزيكتب يبدأ الحصول على النقاط كل ما تجمع 900 نقطة 300 في اليسار 600 في اليمين أو العكس يحصل على مكافأة قيمتها 35 دولار وتسمى سايكل أو دورة عمولة طبعا هذا تشبيه لكيفية حصول الدورة هنا 600 يمين 300 يسار 35 دولار أو العكس إذا كان 300 في اليمين و600 في اليسار يحصل على 35 نقطة أيضا نسموح في خلال اسموح 750 دورة يعني 700 في 35 26250 دولار في الحد الأقصى للدورات بالشهر 105 ألاف دولار في الشهر المرتبة التي تليها يحتاج إلى أربع أعضاء مباشرين على الأقل واحد منهم في جهة من الجهتين وصولهم إلى رتبة إكزيكتب أو يكون لديه ثمن أعضاء مباشرين ثلاثة على الأقل في جهة جميعهم وصلوا إلى رتبة ديستربيوتر يحصل على رتبة الجيد هذه الدرجة تؤهل إلى كافة العمولات السابقة التي حصل عليها في المراتب السابقة يضاف لها حافز جديد وهو مكافأة القيادي عبارة عن 20% على المستوى الأول من الفريق إذن من هذه المرتبة يحصل على كل الحوافز التي حصل عليها في المراتب السابقة تستمر معه ويدخل حافز جديد هو 20% على المستوى الأول من فريقه إذن لو تتبعنا الرتب كل مرتبة يدخل إليها حافز جديد مشجع للشخص بأن ينتقل إلى مرحلة أو مرتبة أعلى مرتبة الجاد طبعاً المستوى المباشر هم الفريق المباشر إلو هم المستوى الأول اللي يستحق عليهم العمولة 20% على المستوى الأول بعد الجاد هناك رتبة أخرى هي البريل يحصل على رتبة البريل عند وصول ثمن أعضاء مباشرين إلو ثلاثة على الأقل في جهة لرتبة الإكزيكتب أو يكون هناك 12 عضو مباشر ثلاثة على الأقل منهم في جهة برتبة ديستربيوتر يستحق وصوله رتبة البريل ومن هذه المرحلة يحصل على كافة الحوافز التي حصل عليها في الرتبة السابقة ويضاف أيضا حافز جديد بأن يصبح له عمولة 15% على المستوى الثاني من الفريق المستوى الثاني هم مباشرين المباشرين طبعا كلما كانت مباشرين المستويات متعددة كلما كان عدد الأعضاء فيها أكثر يعني إذا كان عندي 2 في البداية حيكون اللي بعده أربعة بعدها حيصير الأربعة كل واحد إثنين حيكون تماني الثاني يصيره 16 كل مستوى يزداد عدد المباشرين له في مرتبة البريل يحصل على المستوى الأول 20% والمستوى الثاني 15% المرتبة المهمة جدا بعد حصوله على البريل هي 12 عضو من أعضاء فريقه يكون 3 على الأقل في جهة يصلوا إلى رتبة إكزيكتب ليحصل على رتبة سفاير مميزات هذه الرتبة أيضا وهي من أهم المراتب أو المرحلة الأساسية في الوصول إليها والذي نطمح إليها جميعا هناك أخوة مبروك لهم تحقيقها الدكتور ماجد الدكتور زهر اللولود الدكتور علاء نصر الله والفريق الآخر برضو من لبنان وإن شاء الله أنه جميع الفرق في طريقها إلى الوصول إلى هذه المرتبة كل الحوافز السابقة تستحقها هذه المرتبة يضاف لها أيضا عمولة جديدة وهي 10% على المستوى الثالث هذا توضيح للمستويات التي يتم حصول العمولات عليها المستوى الأول 20% والمستوى الثاني 15% والمستوى الثالث 10% طبعا كل مستوى يكون عدد أفراده أكبر من المستوى الذي قبله لذلك إذا كانت العمولة بسيطة أو أكل في المستوى الثاني أو الثالث ولكن ربما تكون أعلى بكثير من المستوى الأول نتيجة إزياد عدد الأعضاء المرتبة اللي بعد السفاير بتكون طبعا فيه أكثر من سفاير 25 سفاير 50 الآن أضيفت وسفاير إليه لكن المرتبة اللي بعد السفاير هي مرتبة الروبي ويستحق عمولات على المستوى الرابع إضافة لكل العمولات السابقة يحتاج الوصول لهذه المرتبة أن يكون عنده واحد يمين وواحد يسار من فريقه المباشرين وصلوا إلى رتبة سفاير فيصبح هو في رتبة الروبي هذه ملاحظة بالنسبة لبناء الفريق عند تسجيل الفريق طبعا يتم تسجيله يمين ويسار هناك أبلاين الأعلى عند تسجيل شخص في اليسار أو في اليمين للمباشرين إله فهو يساعدهم بإضافة أعضاء إلى فريقهم يعني هذا الأصفر هو جاي من المستوى الأعلى من مثلا أنا المستوى الأعلى اللي هو الأبلاين عن تسجيل شخص في يساره وأنا في ناحية اليسار إذن يساعدني في ناحية اليسار فأصبح أنا أستفيد من هذا الشخص بنقاطه تحسب إلي كأني أنا اللي سجلته ولكن لا أستحق عليه عمولات في عمولات مستويات الفريق لأنه ليس من مستويات فريقي أنا إنما هو جاي من الأبلاين كمساعدة في النقاط يساعدني في دورة عمولة الفريق كل النقاط اللي بيجمعها هو وفريقه تحسب لي كأنه أعضاء عندي وأستفيد منهم في عمولات اللي هي دورة عمولة الفريق أو السايكل هذا رسم توضيحي للعمولات والرتب عند وصول طبعا المراتب لشركة جينوس هما 15 مرتبة وصلنا الآن إحنا إلى السفاير والروبي الحوافز وصل إلى المستوى الرابع والإماريلد الرتبة اللي بعدها هي إماريلد يحصل على كل الحوافز إضافي إلى حافز 5% على المستوى الخامس أيضاً في المستوى السادس وهو الدياموند يحصل على المستوى السابع 5% على المستوى السادس ومن هذه المرحلة في الدياموند يدخل في محفظة القيادة إذن صار عندنا هنا رتبتين مهمات جداً السفاير عند وصولها لها يستحق على مستوى الثالث ويكون يعني دخل مجزي وإضافي إلى الدياموند يدخل في محفظة القيادة التي تكلمنا عنها في السابق أن الشركة تجمع 3% من نقاط مبيعاتها في خلال كل ثلاث شهور أي شخص يصل إلى رتبة الدياموند أو أعلى يدخل لهذه المحفظة ويستحق أن توزع بالتساوي على من يصل إلى هذه المحفظة الرتبة التالية هي الدياموند تكون العمولات حتى المستوى السابع وهو أعلى مستوى ممكن أن يأخذ عليه عمولات إذن 5% على مستوى السابع وأيضاً هو يدخل محفظة القيادة ويستفيد من الحافز فيها الرتبة التالية هي التريبل دياموند نفس المميزات حتى المستوى السابع يأخذ عمولات يدخل محفظة القيادة ومن هذه المرحلة في التريبل دياموند يكون هناك أيضاً مكافأة من الشركة لكل شخص يصل إلى رتبة التريبل دياموند وهي عبارة عن 100 ألف دولار إضافة لكل العمولات والحوافز اللي هو حققها في السابق تمنح من الشركة كهدية ومكافأة له عند وصوله مرتبة التريبل دياموند لبرزيدنتل دياموند الرتبة التي تليها أيضاً نفس الحوافز والمميزات ويحصل مكافأة من الشركة على 250 ألف دولار يعني ربع مليون دولار مكافأة الشركة لمن يصل هذه الرتبة الرتبة التي تليها يرضى كل الحوافز يحصل عليها ولكن هنا 500 ألف دولار يعني نصف مليون دولار مكافأة الشركة لمن يصل إلى رتبة الإمريل دياموند الرتبة الأخيرة وهي الكراون وهي أعلى مرتبة في شركة جينيس من يصل لهذه المرتبة بكل حوافز التي مرت في السابق مكافأة الشركة له تكون مليون دولار تمنح له عند وصوله إلى مرتبة الكراون هذا يعني متوسط الدخل الشهري بشكل تقريبي لمن يصل إلى الرتب السفائر ما بين 4 إلى 5 ألاف دولار شهرياً سفائر إليت من 9 ألاف إلى 15 ألف دولار شهرياً الروبي من 20 إلى 40 ألف دولار والإمريل من 40 ألف إلى 80 ألف دولار الدياموند من 100 ألف إلى 250 ألف دولار الدبل ديموند من 500 ألف إلى 700 ألف دولار شهرياً طبعاً هذه تعتمد بالدرجة الأولى على العمولات ومبيعات الفريق كلما ازدادتكم ما كان أكثر ربما من هذه الأرقام هذه منتجات شركة جينيس اللي هي ياس عبارة عن يوث أكثر من 13 أو 14 منتج حالياً الموجود منهم الآن في دبي هي خط اللوميناس ريزيرب الفينيتي المكمل الغذائي للزين بادي الأي أم بي أم والإيجلس هناك النيفو اللي هو الفانديشن الطبي الموجود حالياً في بعض مستودعات الشركة وكذلك الماين نتكلم باختصار عن هذه المنتجات وسيكون إن شاء الله في محاضرات لاحقة من أعضاء التخصص في هذا الجانب لشرح المنتجات ولكن باختصار الجانب الأول اللي هو الإيجلس كما تكلمنا أن هذا المنتج عبارة عن إزالة تجعيد الوجه أو الجيوب تحت العين فيه خلال أقل من دقيقتين كذلك الـ الـ عبارة عن فانديشن طبي مستحضر مضاف إلو growth factor من الخلايا الجذعية وهو سبري يختلف عن أي منتج أو كريم أساس آخر مجموعة اللوميناس عبارة عن مجموعة العناية بالبشرة تزيل كثير من مشاكل البشرة وخاصة الخلايا المتضررة حبوب الوجه أثار عمليات أثار حروق التجاعيد جيوب تحت العين على مدى طويل يعني ليست وقتية زي الإجليس وهو عبارة عن كوزماتيكس ولكن هذه تحسن إلى درجة كبيرة جدا علامات كبر السن الموجودة على الأشخاص الريزيرب هو عبارة عن مستخلص من عدة فواكه منتج طبيعي لا يوجد إضافة سكريات أو مواد حافظة الفينيتي تكلمنا عنه بأنه هو المنتج الوحيد الذي يصل إلى التوليمرز ومعالجة الأضرار التي تلحق بالتوليمرز من خلال السنوات أو العمر الزين بضي هو مكمل غذائي يتحكم بالوزن ثلاث منتجات زين شيب يفقد الشهية ويعمل عدم تحول الكيربوهايدرات في الوجب الغذائي اللي سيتم أخذها بعد ساعة الزين فت هو عبارة عن حارك للدهون المخزنة الجسم يستخدم منها على شكل طاقة أثناء عمل الشخص بالنهار أو بالليل الزين برو هو أماين وأسد لبناء عضلات لعدم عودة بناء دهون مرة أخرى الام والبي ام كما تكلمنا هم ضبط الساعة البيولوجية في الجسم اام بعطي نشاطه حيوي في النهار والبي ام باعتراحه واسترخاء في النوم المايند برضو هذا منتج يعمل على الذاكرة وخاصة للناس اللي أصبحوا ينسوا يعني كلمات ينسوا أرقام نسيان الآن نتيجة ضغوط الحياة كثير بيحصل عند أشخاص حتى في عمر مبكر هناك ناس أيضا نتيجة كبر السن وصلوا إلى مرحلة أعلى يعني أصبح عندهم زهايمر هذا يحسن كثير من الحالات هذه وهو المنتج الوحيد الذي يصل إلى معالجة الذاكرة في منتجات الموجودة حاليا بالأسواق النيفو هو مكمل هو عبارة عن مشروب للطاقة لا يحتوي إلا على خمسين سعر حرارية مستخلص من فواكه ولا يوجد فيه مواد حافظة أو مواد مضرة كالموجود في مشروبات الطاقة المتداولة حاليا بالأسواق هذا ملخص يعني باختصار على المنتجات هناك طبعا الشركة من يصل إلى رتب وحوافز تكافئه وتكرمه من خلال عمل رحلات واحتفالات لتكريم الأشخاص الذين يحققوا رتب بتكون طبعا على حساب شركة جينيس بكامل تفاصيلها سواء كان من تذاكر أو إقامة ويكرم ويأخذ مكافأته في خلال هذا التكريم طبعا هذا طموح الكل يعني بيتمنى أن يوصلوا ونسأل الله أن يكون للجميع حظ في هذه الرحلات والتكريمات طبعا الكل بيحب أن يسافر هناك طبعا أثناء السفر بتعرف على ناس بيروح على رحلات وأماكن يعني كان ربما حلم بالنسبة له يصنع صداقات مع كثير من الناس اللي بيلتقي فيهم حول العالم يحضر هذه الأحداث والاحتفالات وتكون فرصة لاستعادة الشباب والحيوية أيضا كمنتجات هذه الشركة طبعا الآن الشركة عمرها ثمان سنوات حققت كل هذا الإنجاز والآن تنتهي هذه المحاضرة ونتمنى من الجميع أن نشاركنا بالأسئلة إذا كان أي أحدث